السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هلنا ان شاء الله سنتحدث على نظام التربية الأرضية للأرانب يعني نتحدث على الإنجابيات و السلبيات أولا نتحدث عن الإيجابيات أولا نقطة الأولى وهي أن التربية على الأرض غير مكلفة وسهلة يعني على عكس الأقفاص هذه أول خطوة أول نقطة عفهم ثانية نقطة أن الأرنب صحيا كيكون أكثر صحة وحيوية من الأقفاص يعني التربية الأرضية كتكون لأنه كيتحرك في الأرض بزاف كي يجري كيلعب وهذا كل اللعب كي أدي أن العضلة دياله كيوليو شداد وكتقوى عنده المناعة أما في الأقفاص كي يظل الأرنب يعني خامل فتصير له بعض المشاكل ومنها التأخر في الولادة يعني الأنثى ما كتتأخر في الولادة السبب هو عدم الحركة وفي بعض الأحيان يصير يعني تحجر الفراخ يعني الصغار داخل أو الأجنة داخل بطن الأنثى هذا الشيء احنا تحدثنا على الإيجابية دبا نتحدثه على السلبية فأهمها يعني أهم سلبية عدم التحكم في عدد الظكور يعني إذا كان عدد الظكور البالغين كثير أو حتى يعني على الأقل يكونوا ذكارين فسوف يتقاتلان هذه يعني بتجريبة جوج دوكور كينين في المكان وجوج دوكور بالغين كيتقاتلوا بعضياتهم واحد كيقتلوا واحد وبالتالي يجب ترك ذكر واحد فقط مع الإيناث ولكن النتيجة ستكون أنه أذكر هذا ما يمكنش أنه غادي يلقح كل الأماعات يعني خسنا نعزلوه في واحد الجهة ببعده يعني وصلنا لقاعدة يدي للأقفاص يعني منين بقينا كان نشوفه سمو خسنا نديرو خسنا نوصلو للنقطة أننا خسنا نديرو الأقفاص واحد النقطة التانية وهي ممكن أن يدخل أحد الذكور إلى بيت الأنثى يعني بيت الولادة ديالها ويبغي يلقحها لأنها كتكون في الذروة ديالها والخصوبة ديالها كتكون مرتفعة جدا بعد الولادة مباشرة فممكن أنه يطلع فوق الأنثى يعني كيبغي يلقحها يتزاوج معها سمو كيوقع أنه كيضهس هادوك الصغار وتهيح تهيح تهيح كتكون كتقد تخبط في القفاص ستخبط واحد شوية لأن الطريقة ديال الولادة ما كتكون سهلة كتكون تخصو هو يتبعها كتجري تخيلوا أن هذه العملية تمت وكينين الصغار إلا كينين الصغار سوف يكونوا متأكدين أنه غادي يرفسوا هادوك الصغار وغادي يموتوا يعني للك يكونوا عد الحيمات غادي يموتوا 100% كين عوتاني نقطة أخرى وهي ممكن أن شيء أنثى تكون شاريسة وتدخل على الصغار أعني شيء هذه مائة بالمائة إذا كانت أنات أنثى وحدى أخرى شاريسة ودخلت على الصغار اسمه غادي يتدين لهم غادي تاكلهم، غادي تاكلهم هذه ممكن أن يعني تاكله اغلبية الناس تكون مطرق لهم مشى القضية ان الانثى قد تاكل الصغار ديالها قد تكون شريسة إلا مشى تطلقت شي صغار ديال الانثى أخرى كونوا متأكدين انها غادي تاكلهم ببساطة او ممكن انها عاوتاني فكرة أخرى ان الام ديال هادوك الصغار تبغي تدافع على الصغار ديالها ما غادي تدير غادي تمشي تقاتل مع ذاك الانثى أي مشى ايضا لأنها دvagلت عليهم داخلت عليهم على الصغار ديةها سيắt النقة اثناء قد تقاتل معها حماية للصغار ديالها بني سي行ي تغيب تحميل الصغار ديالها استقاتل هي وياها وحدها قد تقسل الوحدها أحد النقطة أخرى وهي لا يمكن في التربية المساعدة الاخضية لا يمكن معرفة وقت تلقيح أنثى وأيضاً لا يمكن معرفة وقت ولادتها يعني تخيلوا عاطهم واحد المساحة ذاك الشي ما كتعرفوش فوقاش تلقحت فوقاش طلع فوق من هذا الذاكر مخشيين في واحد بني وجوجيا جورات منتوما ما عارفينش فوقاش تلقحت يعني ما كتعرفوهش فوقاش كتولد يعني غيها كع الله صافي تربية دي الأناني برخصها تكون عندها دوابات مشي تكون على الله وكل شي على الله ولكن طلع عطانينا واحد العقل باش نفكروا به باش كل حاجة نعطيوها حقها إذا هذه نقطة بقت واحد نقطة آخيرة وهي الأهم هو الأهم في السلبيات ديال تربية الأناني وهي نقطة الجارب كنوا متأكدين أن تربية الأرضية ضروري ما يكون عندكم حالات ديال الجارب رغم التنظيف وخي كون عندكم تنظيف إيرом شوتا آآ آآ فسقو الأراني أو وسخوu وذك شع أعلق لهم فالأرجول ديالهم لأنه ما بين الأرجول كينح وحد الفراغات إيره لم شوتا الألسقو تم مايا ذاك العاليقة يعني نقولوا علقت واحد لوصخ وبقاك انتماية ما تحييرش يشوفوا هنايا عكس الكيجان يعني الاقفاص شو سمورة لوصخ مين كيطاح؟ كيطاح في واحد الميكة من تحت انتوما انتوما يلي كتبلكم هنغن نوضحها لكم زيانا انتوما كينا واحد الميكة من تحت هايا ومتقوبة ديرتقبة وحدة يعني القفاص كامل ها هو اي واحد من هاد الانانب يعني الفضلات ديرو عزكم الله اسمو كيوقع لها كلها كتطيح وكتمشي نفس تقب ها هو كتمشي الواحد تقب مربع صغير لان الميكة مديرب واحد طريقة مائلة اي الوسخ كيمشي كيهود لتحته يعني ما كيبقاش عالق لهم في يعني في الارجول ديالهم ان الاقفاص هنتوما ما بين السلك والسلك كينوا واحد الفارغ هاداك الوسخ كيطاح ما كيبقاش لاصلهم فرجليهم هادا هو المشكي ديال الجارب إلا نحتوا معي أن في الموضوع هذا كيمستلبيات التربية الأرضية أكثر من الإيجابيات يعني أن التربية في الأقفاص تبقى دائما هي المنتصرة في تربية الآن التربية في الأقفاص كتخلموا لها يعني ما يضرب الشمالة في التنظيف إنك يكون طاس واحدة هو بانيو أي عبارة عن بانيو كل شيء الشيكي جمع يتيح في البانيو يعني بما فيها الأوساخ أو الماء ديالهم هذا البانيو ممكن أنك تتخلص منه في واحد المدة ديال خمس أيام مثلا وهذا الميكا تصفرها كتبقان فيكسيا هنتم ارى ميكا زرقة هيا رانجير ميكا زرقة هنتم ارى ميكا زرقة هنتم ارى ميكا زرقة كتعلقوها بأي طريقة مشي مشكلة أنها تكون غيخصة تكون مائلة وعندها تقب واحد في الواسط هذا التقب هو كله كيبقى يأدي الواحد الإناء أو بانيو أي حاجة درتوها لتحت وخمس أيام ديال التنظيف هنتم ما ربحتوها وفي نفس الوقت يعني هذك الأمراض اللي غادي تصيبهم ما ممكن تصيبهم مش وهي الجارب ومعروف الجارب هو اللي في التربية ديال الأرضية الجارب أي واحد عنده التربية الأرضية إلا وكيتصالف مع حالات ديال الجارب إلا كنظن أني وضحت كعال النقاط في هذا الموضوع ديال التربية الأرضية يعني أنا السلبيات أكثر من الإنجابيات الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف عن التعاليق طيبة ديالكم كنرحب بكم أي تعاليق أنا أراها الإشارة كنشكركم بزاف الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جام باش تسندونا ونزيدو القدام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة